النهاردة منوارني في البرنامج موضوع عائلي موضوعكو انتو المستشار محمد مصطفى البدرابي عدو الهيئة القضائية ومستشار بوزارة العدل هتكلم معه اكتر على الانتخابات الجاية ودورنا احنا كمواطنين ايه اهلا وسهلا بحضرتك عامل ايه كله تمام الحمد لله عايزك النهاردة تكلمني عن اللجان القضائية والانتخابية ازاي نقدر نوجه المصريين على دورهم طبعا اهلا بك اهلا بك اصلاة مشاهدين نحن الان طبعا مقبلون على مرحلة جديدة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في الخارج وشاهدة اقبال كبير جدا في الخارج صحيح خرصة طبعا يوم 3 ديسمبر يوم الحد والاثنين والثلاث الجايين احنا مقبلين على مرحلة جديدة للمصوتين في الداخل طبعا الشعب المصري هيستعد يوم الحد والاثنين والثلاث 12 و 13 و 14 من الشهر ده كل انتي برضو ترحتي في الانترو ازاي تعرف اجنزك الانتخابية الموضوع بسيط وسهل انك بتدخل الرقم القومي بتاعك الموجود في البطاقة مش شرط تكون البطاقة طبعا سارية لان في بعض الناس بتقول ان ممكن لو البطاقة مش سارية ما قدرش روح انتخب لا عادي لو مش سارية روح انتخب انه ثابت رقم القومي ثابت ما بيتغيرش رقم القومي من ساعة شهات المينات بالضبط فهو ثابت ايوه جيت حافظينه يعني بالضبط فما بيتغيرش لكن نقطة السير يعني مثلا بطاقة رقم القومي ولا الباسبور يعني رازم الجواز السفر يكون سائل اما البطاقة لا حادي او ريس خلصوانة او كده تروح تنتخب مفيش مشكلة واسمك هيكون نزر في كشوف الناخبين طيب بالنسبة اليوم الحد والاثنين والثلاثة هو اين مطلوب اصلا من المواطن عشان يروح اللاجنة الانتخبية بتاعته و اين مطلوب ان يعمله عشان صوته يكون صح و ايه دور اشراف القضايا في الموضوع ده المواطن عادي بيصحى الصبح مفيش اي مشكلة يروح لاجنته مع البطاقته او مع الباسبور بتعود اوز السفر في اي وقت من الساعة 9 الصبح الحد التسعة بالليل لان الجان بتفتح من 9 الصبح التسعة بالليل 12 ساعة ساعة حلوة اه بيتخلى لها ساعة واحدة بريك للقاضي ساعة راح عين غالبا بيزبط 90% القاضي بيقضيها في اللجنة لانه بمراقب السندوق برده بس مثلا بتقال راح علي وعايز يصلي لو عايز مثلا ياخد وجبة كده الكلام ده طيب بالنسبة للمواطن لما يروح اين مطلوب منه عشان صوته يكون صحيح يعني اما يدلي بصوته اين مطلوب منه عشان صوته الخطوات اه الخطوات هو بيروح اللجنة بيدخل اول حاجة لازم يمر على القاضي لان كل لجنة بيرقصها قاضي من كافة رئيس القضايا طبعا برئاسة معالي مستشار الجليل الحزن بي بدوي رئيس الوطنية الانتخابات تم انتداب 10800 قاضي من كافة رئيس الهائة القضايا الاشراف بيتخلى لها طبعا العنصر النسائي كمان القاضي رئيس اللجنة هو بيشرف بشكل كامل على اللجنة الانتخابية اللجنة الفرعية اللي هو فيها بيجي المواطن بيدخل بيسلم بطاقته بيتأكد القاضي من وجود اسمه في كشوف الناخبين في القايمة لان ممكن اسمه ما يكونش موجود لأي سبب من اسبب ممكن انتطرقها بيتأكد من وجوده بيتأكد من هويته يعني في بعض المنقبات مثلا يبتيجي وكذا برضو رازم يتأكد من هويتها ووجود عنصر نسائي لان اللجنة بيرقصها قاضي ومجموعة من الموظفين من الجهة الادارية دول للسيدات للتأكد من الهوية انه ممكن راجل يبقى عبس نقاب ويدخل صحيح فبيتأكد من هويتها بعد ما بتاكد من هويتها بيدي البطاقة للموظف عشان يشوف اسمه بعد ما بيختار اسمه ولكن اي رقم في الريق انتطرق بتاعه بيبدأ يكتب اسمه انه حضر في اللجنة اسمه بيوقع جنب اسمه انه حضر في اللجنة انه وصل اللجنة عشان ينتخب بعد كده القاضي بيديله بطاقة اقتراع بياخد بطاقة اقتراع بيدخل نحية الصندوق عشان يصوت بعض الناس بتاعه مفروض الصح انك تقام علامة صح جنب الاسم الموشح انت تختاره بيك حويته اختيار تختاره انت عايزه فيه ناس بتبتبقى بعض العبارات ما اكيد حديك عارفة كم ده او بتشوفيه بعض العبارات او بعض الرسومات او بنحبك يا رئيس من الكلمات الحلوه دي